نصاب وفتنا النصاب، عندنا الطاقم، عندنا الإداريين، عندنا الأساتذة كل شيء متوفر كبابكم في بلدي أثاث دوهر، اليوم كما رأكم تشوفوا احتجاج هذا على الشعب أولا الساكن وثانية الثانوية ومتوسطة، افتظاث كبير عندنا لنا متوسطة وثانوية كل يوم نتحقر وكل يوم نخرج على الستة ونولع على الستة بلان بوليس من يذك يروح الناقل نروح ونمشوا سهوين كما رأكم تشوفوا هكذا، نستاكيلوا ونمشوا هقايتين احنا بلدية هذه رأها منعادة ما فيها شروط الحياة أنا في أمري واحد ورابعين سنة من اللي خلقت وانا مشي في القرسة من اللي خلقت وانا نلقضوا ببعض أنا بعض والقايمة الاسمية هذي لهم داروا هتع الساكنة هي ماشت مشت عنها ماشت ما يسحقوا هاشت مورهة لداروا هم مكاش ليتسهلة فيها قليلة داروا هابني عميس شاف دائرة هنا يا وش راح نقول لك يا أخو يا خلاص رأنا محكوم رأنا فوضنا خلاص واحد راح يتطرطق بلدية هنا يدور عليها شوف مكاش عائلة ما فيهاش خمسة ستة متزوجين ومزالوا يسكنوا تحت القرموت قلي عنده خمسة ستة ذراري يا أخي وأي بيت الطبطب فيها تقف فيها ستة سبعة عسكر رابعة جدار مية بياتهم قاعد من بكريهم بياتهم قاعد من بكريهم بياتهم بلدية مذقستش خلاص عليها شعبها واقف بس الدولة دي ما وقفتش معنا خلاص عليها ماناش عباد هنا ماناش جزايريين مانستانوش هنا يعطونا السكنة كما الناس تعطيني السكنة في عشرية سناء تبني ليس بطعميات بالحجرة وديرها افدو عنده زيامة عليها تشوف الشامبرا فيها ثلاثة متر على زجوم متر اي واحد عدو كوزينة فيها ستة على ستة وحنا الشامبرا فيها ثلاثة متر وساكني افدو وساكن بيه بعائلتهم عدو خمسة زراري ومززوجين يرقدوا في بعضها انا عدي اخوي عدو حدو حدو شن سناء يرقد في حانوت خلينا من الناس اخرى من احكي لكش عليها اخلاص كالي راولا قيباني في الزوبيا نديك هاي شركة راحت الناس ايمزات ساكنة ثم في البراريك ورح شوف بعينك دور البلدية لا تهيئة وعمرانية لمطي كوات وين ينعبوا ولادنا لا اقسام الضيق ولادنا البارحة التالي السبعة تعالى الشيابجة والبنات مليكون مساقوان عليها هذا الشي هذا مانا شعبات هنا باشوف بلدية بالدايرة بكلش راها الرشوة عيني عينك الرشوة عيني عينك وبنعميس حنا كما راكم تشوفوا السورة رايتغني عن التعبير سكان بلدية للدوير دايرة صغوين والرستردية راهم في احتجاجات سلمية احتجاجات سلمية 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 بمعية مصالح الامن السكان هاذو عندهم عدة مطالب المطلب الاساسي المطلب الاساسي هو السكن الناس هذو اللي خارجين اليوم مشكلة تهم هو القائمة السكنية اللي خرجت لم يومش راضين المشكل الثاني اللي عندنا هو مشكلة العقار احنا العقار هاذا الى متى دائما المشكلة للسكن نعاني منه والمسؤولين المحليين يعطون وعود كذبة بأنه عدنا قطع أراضي خاصة راح نجيبها هنا في القرية الفلاحية ومنا أراضي فلاحية غير قابلة للسكن بقرار من وزار السكن هكذا رأنا نسمعه عدنا مطالب أخرى عدنا ابتدائية محولة إلى متوسطة عدد تلميذ فيها 800 تلميذ بمعدل 47 تلميذ في القسم هل هذا حق التلميذ في التامدروس 47 تلميذ في القسم ما عندهم عدنا مشكلة تلميذ احنا 300 تلميذ يتنقلوا إلى دائرة صغوان فيها 74 تلميذ احنا التلميذ التوعنا يتنقلوا مننا على السبعة أصباح ويجوا على السبعة الأشياء مع لبننا ولادنا لرميقراو لرميت سكعون مستوى ما كانش بناتنا مع أنه أسراء ما لا يحمد عقبة يوم الثلاثة الفارط يوم الأربعة صباحا اشتباكت بالأسلحة البيضاء بين تلميذ وفيها حتى ناس ما يقرأوش يعني حلت بسبب تدخل مصالح الأمن احنا ماذا بينا يوفرونا يك رئيس الجمهورية قال حق كل بلدية في ثانوية احنا عدنا يا أخي 20 سنة البلدية هذه مسفت لمسكنت كيف معدل 20 سنة عدنا 90 سكن والطالبات عدنا 500 ولا 600 ولا ألف طالب كامل طالبات تستاهل ألف طالب سكن تمدلي 90 سكن في مدة 20 سنة هذا الأمر الأول لنركزونا المتوسطة أطونا كيفاش بلدية أسلحة كيفاش بلدية أسلحة مع بولاية البليدة في نفس الفترة ما تستفيدش من متوسطة كيفاش بلدية 300 تلميذ يتنقلوا إلى بلدية أخرى باش يتمدرس وإحنا 300 تلميذ بلغنا النصاب وفتنا النصاب عدنا الطاقم عدنا عدنا افتضاث كبير عدنا لنا متوسطة وفي الثانوية كل يوم نتحقر وكل يوم نخرجو على الستة ونولو على الستة بلان بوليس منذ يذهبوا حلينا النقل نروح ونمشوا ساهوين كما راكم تشوفوا هكذا مستاكيلوا مستاكيلوا ونمشوا هكا عايت هنا إحنا بلدية هذه راه من عدي ما فيها شروط الحياة أنا في أمري 41 سنة من اللي خلقت وننمشي في القرسة من اللي خلقت وننمشي في القرسة أنا بعض